بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا اليوم أنا أكون معكم أنا اسمي الدكتور أردلان نوريدين محمود من العراق لشرح مادة علمية الإجرام والعقاب كأحد من تطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس وعادة أن يتم دراسة هذه المادة في كليات القانون وفي كليات الحقوق في السنوات الأولى وفي المرخلة الأولى من الكليات وأشكر كذلك الأكاديمية العربية الدولية على منح هذه الفرصة لشرح مادة علمي الإجرام والعقاب معكم وأتمنى أن تكون المحاضرة مفيدة لجميع الطلاب الأكاديمية طبعا مادة علمي الإجرام والعقاب مادة مهمة وتتناول دراسة جميع الجوانب التي تكون سببا في ارتكاب الشخص للجريمة أي يتم دراسة شخص المجرم وشخص الذي ارتكب الجريمة هذا الشخص لماذا وما هي الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة هل هناك أسباب خلقية هل هناك أسباب تتعلق بالجانب النفسي هل هناك أسباب تتعلق بالجانب الوراثي هل هناك أسباب تتعلق بالبيئة التي نشأ فيه هذا الشخص هل هناك أسباب تتعلق بالجانب الاقتصادي والجانب السياسي وغير ذلك من الجوانب وما تأثير التغييرات التي تحصل سواء كانت تغييرات وراثية تغييرات اقتصادية تغييرات سياسية اجتماعية بيئية مناخية ما تأثير كل ذلك على شخصية الشخص وعلى تصرفاته وعلى أعماله وكيف تنعكس هذه الأمور في تصرفات الشخص وبالأخير هل إن الإنسان مجبر على ارتكاب الجرائم هل هناك بعض العيوب الخلقية أو الوراثية التي تجبره على ارتكاب الجريمة أي دراسة الظاهرة الإجرامية من جميع جوانبه وبعد ذلك ندرس أيضا كيف يتم إصلاح هذا الشخص وكيف يتم إعادة عودته إلى المجتمع كشخص سليم وكشخص غير خطر على المجتمع وعلى أهله وعلى وطنه فكيف يصبح هذا الشخص شخصا ملائما بعد العقوبة طبعا للعودة إلى المجتمع ولإعادة التكيف مع أبناء عشيرته أو قومه أو وطنه إلى غير ذلك طبعا علم الإجرام كتعريف لهذا العلم هو ذلك الفرع الذي ذلك الفرع من القانون الجنائي الذي يدرس أو يهتم بدراسة الأسباب التي تودي بالشخص سواء كان ذكرا أو أنثى إلى ارتكاب الجريمة إذن ما هي الأسباب وما هي العوامل وما هي الأشياء التي يجعل من الشخص مجرما وسواء كان هذا الشخص ذكرا أو أنثى فما هي الدوافع التي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة هذا هو أصل أو هو مغزى دراستنا لهذه المادة طبعا العلم الثاني هو علم العقار وذلك العلم الذي يبين الطرق المنائمة للتعامل مع المحكم عليه داخل المؤسسات العقابية يعني كيف نتعامل مع المحكم عليه هذا المحكم عليه هل نعاقبه هل نزيد من درجة عقابه هل نقلل أو نخفف هل نمنحه بعض الحرية هل نقطع عنه كل الاتصالات مع الديئة الخارجية فما هي أفضل السبل وأفضل الطرق للتعامل مع المحكم عليه داخل تلك المؤسسات ويبين أيضا هذا العلم بأن العقوبة ليست وسيلة للانتقام من المحكم عليه بل هي وسيلة لإصلاح المحكم عليه طبعا هذا نتيجة التدورات التي حصلت من قبل دارسي هذا العلم ومن قبل مطوري هذا العلم ونتيجة للمؤتمرات التي عقدت في كافة بلتان العالم لدراسة أفضل السبل لكي يعود هذا الشخص بعد الحكم إلى مجتمعه ولكي يكون أو يتم تغيير الصفات التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة الهدف من هذه المادة هو إبلاغ الطالب أو إفهام الطالب بدور ألم الإجرام في معرفة أسباب الإجرام هذا بالنسبة لألم الإجرام أما بالنسبة لألم الإقاب طبعا الهدف يكون أن فهم الطالب أن العقوبة هي الإصلاح المحكم عليه داخل المؤسسات العقابية والعقوبة لا تعني تعذيب المحكم عليه أو الانتقام منه طبعا هذه الأمور كلها قابلة للنقاش وزيادة التوضيخ طبعا في هذه المحاضرة أو في المحاضرات اللاحقة سوف نقوم ببيان جميع الجوانب أو دراسة جميع الجوانب التي تتعلق بكل فقرة من الفقرات التي نشير إليها في هذه المحاضرة أهمية هذه المحاضرة تتجل لأن هناك مجموعة من الأسباب التي تدفع الجانب إلى ارتكاب الجريمة ودراسة جميع هذه الجوانب أو دراسة جميع هذه الأسباب واحدة تلو الأخرى كما أن وجود الأسباب لا تعني بالضرورة ارتكاب الجريمة إذن هناك أشخاص قد يكونون في نفس سن هذا الشخص ونفس ظروفه الاجتماعي ولا يرتكبون الجريمة هذا يكون حاضرا في أذهان جميع الطلاب يجب أن عندما نقوم بشرح نظرية من هذه النظريات هذا لا يعني بأن هذه النظرية يمكن تطبيقها على أرض الواقع فهي مجرد نظرية ودراسة لبعض علماء الألم الإجرام فإن تركيزهم على حالة معينة وعلى سبب معين لا يعني بالضرورة إن هذا السبب يكون مسببا لارتكاب الجريمة وإن كل شخص لديه مثل هذه الصفة سوف يكون مؤهلا لارتكاب الجريمة ويمكن تسميته بأنه مجرد طبعا هناك أشخاص كثيرون في نفس ظروف هذا الشخص الذي تم دراسة حالته لكنهم أشخاص أسوية وأشخاص ملتزمين بالقوانين والعادات والتقاليد ولا يقتربون إلى الجريمة أي اقتراب طبعا وكذلك تتجلى أهمية هذه المحاضرة في دراسة أسباب ارتكاب الجريمة منها أسباب أو الظروف البيئية والظروف الاقتصادية وكذلك الظروف الأسرية ومنها أيضا الأسباب النفسية ومن ثم نتطرق أيضا لأهم الطرق الحديثة لاكتشاف أسباب ارتكاب الجريمة صلة علم الإجرام بغيره من العلوم طبعا علم الإجرام كما أشرنا علم كبير وعلم وجد منذ زمن أورستو وزمن أفلاطون هؤلاء أشاروا إلى أن هناك شيء دافع إلى ارتكاب الشخص للجريمة هذه الصفة أو هذه السلوب أو هذا العامل قد لا يكون متوافرا لدى الغير لذا فإن هناك صفات تتجل أو صفات تظهر في نفوس المجرمين أو على بدن المجرمين أو في صفاتهم النفسية فهذه الصفات تساعد أو تدفع الشخص إلى ارتكاب الجريمة إذن نظريات أو علم الإجرام ليس علما جديدا بل هو علم قديم أشار إليه علماء القدامى لكنه ظهر أول ما ظهر في القرن الثامن تقريبا منذ القرن الثامن تم دراسة جميع الجوانب المتعلقة ب علم الإجرام دراسة بحثية وتراسة باستخدام الوسائل العلمية والتقنية الحديثة لبيان الصفات التي يتميز بها المجرمون عن غيرهم طبعا علم الإجرام أكيد له علاقة بمجموعة من العلوم الأخرى أو مجموعة من القوانين في الأول ندرس صيلة علم الإجرام بقانون العقوبات طبعا قانون العقوبات يتم دراسته في المراحل المتقدمة أي بعد دراسة علم الإجرام عادة في كليات القانون أو في المرحلة الثانية من كليات القانون قانون العقوبات وذلك القانون أو مجموعة القواعد القانونية التي تعنى بدراسة الجرائم وتحدد العقوبات المناسبة فإذن قانون العقوبات وذلك القانون الذي يتضمن سرداً للجرائم التي ترتكب مثلاً جريمة السرقة وجريمة القتل وجريمة الزنا وجريمة اختلاص وغير ذلك من الجرائم وتحدد في مقابل هذه الجرائم العقوبات المناسبة التي يمكن أن يتعرض لها الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة لكن ألم الإجرام لا تقوم بدراسة الجرائم ولا بالعقوبات وإنما تقوم بإيجاد أسباب الدافعة إلى ارتكاب هذه الجرائم وهذه الأسباب تساعد القاضي في تطبيق قانون العقوبات عندما يقوم بتطبيق قانون العقوبات فإن القاضي غير ملزم بأن يطبق نفس العقوبة على نفس المجرمين فمثلاً إذا ارتكب شخصين جريمة السرقة الأول ارتكب جريمة السرقة السيارة والثاني ارتكب جريمة سرقة أموال فبالتأكيد أن عقوبة الشخصين قد تكون مختلفة والسبب في ذلك يرجع إلى اختلاف الظرف الأول عن الظرف الثاني واختلاف السبب الدافع للأول لارتكاب جريمة عن سبب الدافع للثاني إلى ارتكاب الجريمة ومن هنا تنشأ علاقة أو صلة ما بين ألم الإجرام وقانون العقوبات فالقاضي عندما يطبق قانون العقوبات فإنه يجب أن يكون لديه معلومات عن الأسباب التي دفع هذا الشخص إلى ارتكاب الجريمة ويجب أن يبحث في هذه الأسباب ويجب أن يقوم بدراسة حالة المجرم وبالتأكيد عندما يدرس حالة المجرم سوف يظهر لديه بأن حالة هذا المجرم يختلف عن حالة المجرم الثاني وبالتالي فإن العقوبة تختلف حسب الحدود المسموح للقاضي أن يتحرك ضمن هذه الحدود فعلم الإجرام إذن هو ذلك العلم الذي يدرس الأسباب والدوافع لارتكاب الجريمة ومن هذه الأسباب ما تكون أسباب داخلية أو خارجية لذا فمجالهما مختلف تماما لكن علم الإجرام تساعد القاضي أو يساعد القاضي في معرفة أسباب ارتكاب الشخص للجريمة وتحديد العقوبة المناسبة مع مراعاة الظروف المشددة والمخففة للعقوبة بعد ذلك نأتي إلى صلة علم الإجرام بقانون أصول المحاكمات الجزائية طبعا قانون أصول المحاكمات الجزائية تم دراسته في المرحلة المتأخرة من كل هذا القانون أي في المرحلة الأخيرة وهذا القانون يتضمن مجموعة قواعد قانونية عملية إجرائية تبين طريقة جمع الأدلة وطريقة التحقيق والكشف والتفتيش وغير ذلك من الأمور وإصدار أمر القبض والقاء القبض على المتهم وبعد ذلك إجراءات المرافعة وكذلك المحاكمة وإصدار الحكوم ومن ثم التمييز وممارسة طرق الطعام هذا باختصار ما تضمنه قانون أصول المحاكمات الجزائية فأكيد هناك صلة وثيقة بين علم الإجرام وبين قانون أصول المحاكمات الجزائية وتظهر هذه الصلة في أن قانون أصول المحاكمات الجزائية تأثر بعلم الإجرام وأخذ بمجموعة من الأنظمة التي كانت موجودة في علم الإجرام من بين ذلك نظام الفحص السابق على الحكم الفحص السابق يعني دراسة حالة المجرم هل إن الشخص قبل ارتكابه للجريمة كيف كان حياته وكيف كان يعيش في ظل أي أسرة وفي ظل أي مجتمع فدراسة أو نظام الفحص السابق على الحكم هذا النظام من نتاج ألم الإجرام وهذا النظام موجود في قانون أصول المحاكمات الجزائية في أغلب دول العالم طبعا النظام الثاني الذي تم احتوائه ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية وترجع ويرجع أصله إلى ألم الإجرام هو تخصص القاضي الجنائي فالقاضي الجنائي يجب أن يكون مختصا في نطاق عمله وأن يكون ذات راية بعلم الإجرام وبالأسباب التي يمكن أن تكون سببا في أن الشخص يرتكب جريمته وبالإضافة إلى ذلك أيضا تم الأخذ بنظام قاضي التنفيذ نظام قاضي التنفيذ بمعنى أنه في المؤسسات العقابية تمتعين قاضي هذا القاضي الذي يقوم بدراسة حالات المجرمين أو المحكومين الموجودين في هذه المؤسسة دراسة حالاتهم هل إنهم أصبحوا أشخاص أسوية وبإمكان إعادتهم إلى المجتمع هل إنهم لا يزالون مجرمين وكيفية تعاملهم وكيفية الربط أو الارتباط مع بقية المحكومين وإنه يتولد هناك علاقة أو صلة ما بين المجرم الذي ارتكب جريمة السرقة مع المجرم الذي ارتكب جريمة القتل ومع المجرم الذي ارتكب هل هناك عوامل مشتركة أم ليست هناك عوامل مشتركة هل بالإمكان جمعهم مع بعض أم من الأفضل أن يتم إبعادهم عن البعض في قاعات مختلفة ومتميزة طبعا هذا النظام أيضا يرجع أصله إلى علم الإجرام ولكنه تم الأخذ به من قبل أغلب قوانين أصول المحاكمات الجزائية في بلدان العالم فروع علم الإجرام طبعا هناك فروع كثيرة لعلم الإجرام في مقدمة هذه الفروع علم النفس الجنائي طبعا علم النفس الجنائي هو علم يهتم بتراسة الأحوال النفسية للمجرمين كمستوى ذكائهم وغرائز هؤلاء الأشخاص وانفعالاتهم لغرض تحديد العوامل النفسية المسببة للجريمة فإذن علم النفس الجنائي هو علم يتم دراسته في علم الإجرام ضمن فروع علم الإجرام هذا العلم يهتم بالجانب النفسي بالأحوال النفسية للمجرمين يدرس الأحوال النفسية للمجرمين في لحظة ارتكابهم من جرائم وبعد ارتكابهم من الجريمة مستوى ذكاء هؤلاء الأشخاص الغرائز المتوفرة لديهم وانفعالاتهم هل إنهم يغضمون أو ليس لديهم حالة غضب يعني تحديد جميع العوامل النفسية التي يمكن أن تكون سبباً في ارتكاب الشخص سبباً دافعاً لارتكاب هذا الشخص للجريمة العلم الثاني الذي يعتبر فرع من فروع علم الإجرام علم الإنثروبولوجيا الجنائية طبعاً هذا العلم يعنى بدراسة الظاهرة العضوية والنفسية للإنسان المجرم فيدرس الجريمة باعتبارها ظاهرة فردية طبعاً علم الإنثروبولوجيا الجنائية يرجع أصل هذا العلم إلى لومبروزو سوف نقوم بدراسة نظريته بالتفصيل علم الإنثروبولوجيا وذلك العلم الذي يدرس جانب العضوي للإنسان بالإضافة إلى جانب النفسي الجانب العضوي مثلاً الشخص المجرم هل إنه يتسم بصفات عضوية مختلفة عن باقي الأشخاص الأسوياء؟ وهل إن المجرم الذي يرتكب جريمة السرقة يتصف بسمات بايولوجية تختلف عن السمات البيولوجية للشخص الذي يرتكب جريمة القتل؟ فهذه الأمور سوف نقوم بدراستها في علم الإنثروبولوجيا الجنائية والذي أيضاً يعد فرعاً من فروع علم الإجرام بعد ذلك الفرع الثالث علم الاجتماع الجنائي علم البيئة علم الحياة ذلك العلم الذي يدرس الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية طبعاً هناك أساليب معينة لدراسة علم الإجرام في مجال علم الإجرام من بين هذه الأساليب أو يسمى هذه الأساليب بأساليب المنهج الألمي في مجال علم الإجرام طبعاً هناك طرق متعددة لدراسة علم الإجرام من بين هذه الطرق مثلاً طرق البحث الاجتماعية وطرق البحث الفردية هناك طرق لا بد من دراسة حالة الجريمة في البلد من قبل فريق من الفقهاء أو دراسة الجانب الاجتماعي وطرق فردية يتم دراسة كل شخص على خدام فأولاً طرق البحث الاجتماعية عندنا الإحصاء الذي تعود من أفضل الوسائل ومن أفضل الطرق لكشف عن حالة هذا المجتمع ودراسة أو تعداد الجرائم فمثلاً ما المقصود بالإحصاء؟ الإحصاء مثلاً في منطقة معينة في دولة مثل العراق أو في قطر أو في مصر أو في أي دولة أخرى إذا تريد أن تبحث في عدد المجرمين ونوعية إجرامهم وأسباب إجرامهم إذا تريد أن تصل إلى أسباب الإجرام الوسيلة الأولى التي يمكن الاعتماد عليها هي وسيلة الإحصاء تعلمون أنه خلال كل سنة أو كل ستة أشهر ومرات كثلة تتأشهر يتم الإعلان عن نسبة الإجرام خلال هذه الفترة الفصل أو نصف السنة أو خلال هذه السنة عن عدد الجرائم التي ارتكبت في هذا البلد أو في هذه المنطقة أو في هذا الإقليم فالإحصاء يدل الباحثين ويساعد الباحثين على دراسة أسباب الجريمة فمثلا عندما يظهر لديك بأن جريمة القتل في مدينة من المدن وصلت إلى أربعين جريمة قتل خلال هذه السنة وعندما تم مقارنة هذه الأربعين مع منطقة أخرى في مكان آخر لكن في نفس الفترة الزمنية لكن في منطقة أخرى تجد أن نسبة جريمة القتل لم يتجاوز 10% فعند ذلك يكون لديك مؤشر بأن هناك زيادة في عدد المجرمين لجريمة القتل في هذه المنطقة عن تلك المنطقة وعندئذ تدرس أسباب أو يسهل لديك الوصول إلى أسباب زيادة العددية لجريمة القتل في هذه المنطقة ومقارنتها بالمنطقة السابقة في بعض المرات نفس المنطقة تقوم بإجراء الإحصاء في نفس المنطقة لكن في فترة زمنية مختلفة فمثلا خلال سنة 2021 كانت نسبة جريمة القتل في الدوحة مثلا 40 جريمة لكن في 2022 زادت هذه النسبة إلى الضعف إلى مرتين أكثر من السنة السابقة هنا يجب على الباحثين دراسة أسباب التي أدت إلى هذا مجرد مؤشر الإحصاء مجرد مؤشر للعلماء والباحثين لأن نسبة الجرائم في هذه المنطقة ازدادت أو قلت فيساعد الباحثين لدراسة الحالة ودراسة الوضع الاجتماعي في تلك البلد لكي يعلموا أسباب هذا الاختلاف التي جرت هل هناك اختلاف في البداية وبعد ذلك أسباب هذا الاختلاف فيعد أو تعد الإحصاء من الطرق البحث الاجتماعية ومنهج علمي في مجال علم الإجرام الطريقة الثانية الاجتماعية دراسة الحالة دراسة الحالة هذه يتضمن دراسة حالة المجرم أو تاريخ المجرم السابق على ارتكابه للجريمة فمثلا شخص ارتكب جريمة وحشية في بلد معين فيهم الجميع أنهم يعرفوا وفي مقدمة الجميع أيضا علماء العلم الإجرام يهمهم أن يعرفوا سبب هذه الحالة لماذا ارتكب هذا الشخص هذه الجريمة وبهذه الطريقة الوحشية فهنا يلجأون إلى دراسة حالة هذا الشخص السابق على ارتكابه للجريمة أي دراسة تاريخه السابق على ارتكاب هذه الجريمة هل إن هذا الشخص في السابق تعرض إلى التعذيب تعرض إلى الضخط اقتصادي سياسي اجتماعي يعني يدرسون حالته منذ الولادة ولغاية تاريخ ارتكابه للجريمة لكي يعرفوا أن السبب الدافع إلى ارتكابه لهذه الجريمة هذه الطريقة تسمى طرق البحث الاجتماعية أو دراسة الحالة كأحد الطرق البحث الاجتماعية أيضا يعد من اسلوب من أساليب المنهج العلمي في علم الإجرام واسلوب معتمد في مجال علم الإجرام الطريقة الثالثة طريقة المسح الاجتماعي طريقة المسح الاجتماعي أي مسح البيئة التي عاش فيه هذا الشخص وهل إن البيئة مساعدة إلى ارتكاب هذه الجريمة أم غير مساعدة هذا ليس دراسة حالة الشخص معين وإنما البيئة كاملة هل إن هذه البيئة ساعدة على ارتكاب هذا الشخص أو دفع هذا الشخص إلى ارتكاب الجريمة أم لا هذا ما يتم بحثه في طريقة المسح الاجتماعي وبعد ذلك أدنى طريقة الملاحظة أيضا ملاحظة حالة هذا الشخص المجرم أيضا يعتبر طريقة من طرق البحث الاجتماعي أدنى كذلك طرق البحث الفردية طبعا هناك طريقتين أساسيتين للبحث الفردي الدراسة البيولوجية والدراسة النفسية أشرنا إلى ذلك في السلايد السابق أيضا لكن الآن عندما نقوم بدراسة الجانب الفردي أو الطرق البحث الفردية سوف نقوم بدراسته بشيء من التفصيل في السلايدات اللحقة طبعا تفسير الظاهرة الإجرامية لماذا ترتكب الظاهرة الإجرامية هناك نظريات كثيرة قامت بتفسير الظاهرة الإجرامية كما قلنا أن علم الإجرام وذلك الألم الذي يدرس الظاهرة الإجرامية العوامل الدافعة إلى ارتكاب الجريم في مقدمة المفسرين للظاهرة الإجرامية هناك نظريات بيولوجية ونظريات نفسية وبعد ذلك نظريات أخرى اجتماعية فيما يتعلق بالنظريات الفردية لدينا النظريات البايولوجية وفي مقدمتهم نظريات لومبروزو طبعا لومبروزو عالم إيطالي هذا العالم يرجع أسباب الجريمة إلى أسباب بايولوجية أن الشخص المجرم يتميز عن غيره بأسباب بايولوجية هذه الأسباب البيولوجية لحظه من خلال كونه طبيب في إيطاليا طبيب عسكري فعندما رأى أنه تصرفات بعض العسكريين شاذة وفيها سلوك إجرامي فلذلك قام بدراستهم دراست حالتهم تبين لديه بأن هناك بعض الشذوذ البدني أو الشذوذ البيولوجي في هؤلاء الأشخاص الذين يتصرفون تصرفات غريبة وشاذة وتصرفات يمكن اعتبارها تصرفات إجرامية فقام بدراستهم عندما كانوا أخياء وقام بتشريح جثثهم بعد وفاتهم تبين لديه بأن المجرمين يتسمون ببعض الصفات البيولوجية منها بعض الفجوات في الدماغ وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بكبر أو ضخم عضو من أعضاء جسم هؤلاء الأشخاص مثلاً كبر خجم الأذن والأنف والشفايف وكذلك اللسان والعيون ومنطقة العيون والجبهة فهم إذن يتميزون المجرمين يتميزون عن غيرهم بمجموعة من الأسباب التي وصل إليهم عن طريق الوراثة من الآباء أو من الأجداد فهذه الأمور يمكن تمييز المجرمين عن غيرهم من الأشخاص الأسوية أو الأشخاص العاديين طبعاً تعرض هذه النظرية إلى الكثير من الانتقادات لكن سوف ندخل في تفاصيل هذه النظرية في المحاضرات القادمة بإذن الله أيد جورنج في نظريته الثانية الذي أيضاً درس الجانب البيولوجي وجورنج يعتبر طالب من طلاب لومبروزو أيضاً أيد ما وصل إليه لومبروزو من نتائج وتبين لديه بأن أسباب ارتكاب الجرائم أسباب خلقية أسباب بايولوجية لكن اختلف عنه في جميع الأسباب وإنما ركز على جانب معين من أنه المجرمين يتميزون عن غيرهم بقصر قامتهم وبتخفيف وزنهم أي أنه أشار إلى عاملين من هذه العوامل ولم يشر إلى جميع العوامل الذي أشار إليه أستاذه لومبروزو العوامل الذي ركز عليه جورنج هو قلة الوزن إن المجرمين يتميزون عن غيرهم بأن وزنهم أخف وكذلك يتميزون عن غيرهم بأنهم قصر القامة أو إنهم يتميزون عن الأشخاص العاديين بأنهم ليسوا طويلة القامة بل إنهم لديهم صفة قصر القامة وهذا أيضا يرجع إلى أسباب ورافية لا تخلى للشخص فيه لكنه مجبر على ارتكاب الجريمة بما أنه قصير القامة وبما أنه قليل الوزن فإذن ساند نظرية لومبروزو لكن اختلف عنه في أنه ليست كل العوامل البيولوجية وإنما هناك عوامل معينة كقصر القامة وقلة الوزن أو خفة الوزن نظرية الثالثة الذي أيضا اعتمد على الجانب البيولوجي يرجع إلى العالم هوتون فهذا العالم أيضا أشار إلى أن هناك أسباب بيولوجية لكن ذكر مجموعة من الأسباب وأنه الاختلاف بينه وبين لومبروزو وجورينج هو أنه هوتون أشار إلى صفات مرتكبي كل جريمة وميزهم عن مرتكبي جرائم الأخرى فمثلا قال بأن الذين يرتكبون جرائم المخلة بالآداب هم قصير القامة وضخم الوزن أما الذين يرتكبون جرائم السرقة فهم طويل القامة وخفيف الوزن فإذا أشار إلى صفات مرتكبي كل جريمة وميزهم عن مرتكبي الجريمة الثانية فهؤلاء أيضا درسوا حالات مجموعة من الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم ومجموعة من الأشخاص الأسوية وميزوا ما بينهم أين دراساتهم دراسات علمية لكن كما قلت لا يمكن الاعتماد عليها بنسبة ماء بالماء لأن هناك فعلا اختلاف وسوف ندرس الكثير من النظريات الأخرى فليست النظريات هي فقط نظريات بيولوجية فهناك نظريات أخرى أيضا درست ظاهرة الإجرام وتبين لديهم بأن هناك أسباب أو عوامل أخرى تدفع الشخص إلى ارتكاب الجريمة الآن نحن فقط ندرس ونسرط هذه النظريات بشيء من الإجاز لكن عندما ندخل في تفاصيل كل نظرية من هذه النظريات بالتأكيد سوف ندرس انتقادات لكل نظرية من هذه النظريات بالإضافة إلى مزايا كل نظرية من هذه النظريات سوف نشير إلى أغلب الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظريات وكيف كانت النتائج النظرية المهمة الأخرى الذي درس الجانب النفسي والذي يعود أيضا من الدراسات الفردية نظرية فرويد معلوم للجميع بأن فرويد هو عالم نفسي وعالم كبير وقام بتحليل نفسية المجرمين وقسمهم إلى ثلاثة أقسام أي أن نفس الإنسان يتألف من ثلاثة أقسام هي أقسام وهمية يعني مصورة من قبله القسم الأول سمى بالذات الدنيا الذات الدنيا يعني موجود في نفس الإنسان هذه الذات الدنيا وظيفته الغرائز أو إشباع الغرائز أو أيا كانت نوع هذه الغرائز مثلا إشباع الغريزة الجنسية وإشباع الغريزة المالية إشباع الغريزة الحقية إلى غير ذلك من الغرائز التي تكون متواجدة في نفسية الإنسان أما القسم الثاني المتواجد أيضا في ذات الإنسان سماه بالذات أي التوازن أي ما يجب أن يكون عليه الشخص أو ما يتطلبه المجتمع من الشخص من أن يكون عليه القسم الثالث الذات العليا الذات العليا أو الضمير ما يسمى بالضمير فالذات العليا يعني القيم والمبادئ العالية التي يجب أن يتصف به الإنسان فصور هذه كدوائر ثلاثة الذات الدنيا الذات في الوسط والذات العليا فإذا حصل أي خلل بحيث توجه الذات نحو الذات العليا يصبح الشخص شاذا في المجتمع لديه تقاليد وعادات عليا لا يستطيع أن يتكيف مع المجتمع ويعتبر كل خطيئة بسيطة بأن خطيئة كبرى وأن الشخص ارتكب جريمة كبيرة ويقوم بتأنيب نفسه ويعني سوف يرى أنه أي شخص يرتكب فعل وإن كان فعلا بسيطة ومخالفة بسيطة فهو في نظره مخالفة كبيرة أو جريمة ويجب معاقبة هذا الشخص أما إذا كان الذات أشد ميلا نحو الذات الدنيا فإنه يتجه نحو إشباع غرائزه وإنه سوف يرتكب الجرائم أيضا إذن أي خلل في أي دائرة من هذه الدوائر وعدم وجود التوازن وعدم سيطرة الذات على كل من الذات الدنيا وذات العليا فإن هذا الشخص سوف يتوجه إلى ارتكاب جرائم وسوف يكون شخصا شاذا وهذه الأمور نفسية وموجودة في نفس الإنسان وليس من السهل دراسته إلا من خلال دراسات نفسية عميقة وبين فرويد أيضا أن هناك بالإضافة إلى هذا التقسيم الثلاثي أن هناك نوعين من العقد عقدة الذنب وعقدة أوديب فأديب شخص يعني في نظر فرويد أنه أي مولود عندما يولد ويصل إلى مرحلة المراهقة أو بعد السن السادسة من العمر طبعا فرويد يشير إلى السن السادسة بين سن التمييز فمن يصل الطفل إلى السن السادسة فهذا الطفل سوف يتجمي له النفسية نحو الأول شخص يراه قريب مننا فمثلا الولد يتجمي له النفسية نحو الأم ويحب الأم حبا مفرطا بحيث لا يحب أي شخص يشاركه في هذا الحب فعندما يرى الطفل بأن الأب يشاركه في حب الوالدة وفي حب والدته فيجعل هذا من نفسية هذا الشخص بأنه هناك من يشاركه في هذا الحب وأنه سوف يقوم بمعادات هذا الشخص أي أنه يصبح عدواً لوالده وهناك أحتمالية بأنه سوف يرتكب جريمة تجاه والده وأوديب شخص ارتكب جريمة تجاه والده فبنى فرويد هذه العقدة وسمى عقدة أوديب تسمية لهذه الحالة التي صارت في تلك الفترة بعد ذلك طبعاً العقدة الثانية عقدة الذنب فعندما يتعرض الطفل إلى الضرب على أبسط المخالفات في بداية عمره فإن هذا يولد لديه بأن عندما يكبر بأن الشخص الذي يرتكب أبسط المخالفات هو في نظره شخص مجرم وشخص ارتكب جريمة كبرى فلذلك يسيطر الذات العليا عليه فهذا الأمر عنده يسمى بعقدة الذنب أيضاً يعتبر عقدة من العقدة النفسية والتي تدفع الشخص إلى ارتكاب الجريمة حسب نظرية فرويد النظرية الاجتماعية أو ما يسمى أو أول هذه النظريات هي نظرية التفكك الاجتماعي طبعاً لموجب هذه النظرية أن الشخص يعيش في ظل جماعة فكلما كان المجتمع متماسكاً كلما قلت نسبة الجريمة بينما إذا كان المجتمع يعاني من التفكك وعدم الشعور بالآخر زادت نسبة الجريمة فالتضامن الاجتماعي أهم طريقة لمواجهة الجريمة حسب منطوق هذه النظرية فهذا ملخص لهذه النظرية لموجب دارسي أو علماء نظرية التفكك الاجتماعي فإن أي تفكك في المجتمع سوف يدفع الشخص إلى ارتكاب الجريمة فهم يفضلون الحياة الريفية على الحياة المدنية فعندما يكون الشخص عائشاً في ظل بيئة مغلقة أو في ظل بيئة صغيرة فيتولد لديه بأن الاحترام الأكثر والابتعاد الأكثر عن الإجرام وتكون علاقاته مع البقية بقية أفراد هذه القرية وهذه المدينة الصغيرة تكون علاقاته وعلاقات وثيقة ويستحي من ارتكاب الجريمة لأنه معروف وبالتالي فتقل نسبة الجرائم بينما عندما نرى نفس الشخص عندما يعيش في مدينة كبيرة وليست هناك علاقات وثيقة بينه وبين هذا المجتمع وأنه يحتاج إلى مصاريف أكثر ويحتاج إلى أموال أكثر لكي يصرفه على معيشته بالتأكيد سوف يكون أحد الأعوامل الدافعة إلى ارتكابه للجريمة فإذن كلما كان المجتمع مترابطا حسب هذه النظرية فإن الجريمة تقل بينما إذا كان المجتمع متفككا فإن الجرائم تزداد نتيجة زيادة حالات المتطلبات المعيشة وعدم وجود علاقات وثيقة في تلك الحالات النظرية الاجتماعية الثانية هي النظرية الاقتصادية بموجب دراسة أيضا قام به مجموعة من العلماء طبعا العوامل الاقتصادية حسب نظرهم عوامل تذفع الشخص إلى ارتكاب الجريمة فهؤلاء يركزون على العوامل الاقتصادية فإنما تعيش أو يعيش شخص في مجتمع رأسمالي فإن نسبة الجرائم تزداد بخلاف الشخص عندما يعيش في مجتمع اشتراكي فهم يدرسون الأنظمة الاقتصادية ويبينون الاختلافات ما بين المدرسة الاقتصادية الرأسمالية والمدرسة الاقتصادية الشيوعية ويميزون ما بين هذين المدرستين وإن الفرد في النظام الرأسمالي يحتاج إلى أموال أكثر مما يحتاجه في النظام الاشتراكي وبالتالي فإن الظروف أو الدوافع إلى ارتكاب الجريمة في النظام الرأسمالي تكون أكثر من الدوافع إلى ارتكاب الجريمة في النظام الاقتصادي الاشتراكي فإذن هؤلاء يشيرون إلى أن هناك أسباب اقتصادية وعوامل اقتصادية تدفع الشخص إلى ارتكاب الجريمة فمثلا الفقر أو العوز الاحتياج المالي فهذه عوامل تساعد الشخص أو تدفع الشخص في كثير من المجتمعات إلى ارتكاب الجريمة وعندما نسأل ماء الشخص ارتكبوا جريمة السرقة يمكن أكثر من نصف هذا العداد يشيرون إلى أن سبب ارتكابهم لهذه الجريمة هو حاجتهم إلى هذه المواد أو الأموال التي قاموا بسرقتها فإذن هؤلاء قاموا بدراسة الجانب الاقتصادي ونسبة تأثير ذلك على الإجراء بعد ذلك نأتي إلى العلم الثاني الذي يعد من العلوم المهمة أيضا هو علم العقاب فعلم العقاب هو ذلك العلم الذي يسعى إلى إيجاد أفضل الوسائل لتنفيذ العقاب والتدابير الاحترازية بحق المحكم عليه بهدف إصلاحي وتأهيله إذن علم العقاب يدرس جميع الوسائل أو الأفضل الوسائل لبيان أفضل الطرق لتنفيذ العقوبة في المحكم عليه فالشخص عندما يتم محاكمته وإصدار الحكم عليه كيف نقوم بتنفيذ هذا الحكم حتى يعود شخصا سليما إلى مجتمعه فهذه الطرق أو الوسائل أو الأشياء التي تساعدنا على إعادة تأهيل هذا الشخص نقوم بدراسته في هذا العلم الذي يسمى بعلم العقاب فعلم العقاب لا يستطيع القيام بوظيفته إلا من خلال الدراسات التي يقدمها له علم الإجرام فدراسة حالة كل مجرم ودراسة حالة كل مشتمع يفيد دارسي علم العقاب لأنهم يقومون بدراست أفضل الوسائل أو أفضل الطرق لمعالجة المحكم عليه بعد تنفيذ العقوبة كذلك علم العقاب يساهم في تطوير القانون الجنائي من خلال الإشارة إلى أنجح الوسائل لتطبيق الجزاءات الجنائية كما أشرنا هناك نظم مؤسسات عقابية مختلفة هناك مجموعة من الأنظمة للمؤسسات العقابية هناك نظام الجمعي أي إن جمع المحكم عليهم جميعهم في قاعة واحدة أو في قاعات دون جراء أي تصنيف لهم بحسب أعمارهم أو بحسب جرائمهم الذي ارتكبوه فالنظام الجمعي هو نظام يجمع جميع المجرمين في قاعة واحدة أما النظام الإنفرادي النظام الإنفرادي هو نظام خاص فالهدف منه أن الشخص يقضي عقوبته أو مدة محكميته بصورة منفردة بعيداً عن البقية فهل هذا النظام أيضاً نظام جدير بالدراسة أو جدير بالتنفيذ في المؤسسات العقابية هذا أيضاً ندرسه في المحاضرات القادمة النظام الثالث النظام المختلط النظام المختلط هو الذي يجمع ما بين النظام الجمعي والنظام الإنفرادي وهو ما معمول به في أغلب دول العالم في الوقت الحالي فهناك قاعات في المؤسسات العقابية هناك قاعات جماعية وهناك غرف فردية أيضاً لحالات معينة يتم وضع المحكم عليه قبل وضعه ضمن الجماعة في هذه الغرف الفردية أو في النظام الانفرادي نسميه حتى يتأهب للدخول في القاعات الجماعية هناك أيضاً نظام آخر نظام تدرجي فبموجب هذا النظام أنه يتدرج من مرحلة إلى مرحلة أخرى فمثلاً في البداية يكون في النظام الانفرادي لفترة من الزمن قد تكون نصف مدة محكميتي أو شهر أو سنة حسب قوانين كل بلد وبعد ذلك يتحول إلى النظام الثاني أو يتم ترفعه إلى النظام الثاني أو يتم اختلاطه مع المجموعة وقد نصل بعد الاختلاط أيضاً إلى إعادته إلى فترة الانفرادي قبل رجوعه إلى المجتمع للتأهيل طبعاً المؤسسات الإيقابية أيضاً هناك أنواع معينة من المؤسسات الإيقابية العلماء قاموا ببيان ثلاثة أنواع من المؤسسات الإيقابية المؤسسات الإيقابية المغلقة والمؤسسات الإيقابية المفتوحة والمؤسسات الشفل المفتوحة طبعا المغلقة هي التي تكون مغلقة من الاسم بحيث لا يمكن للمحكمين الخروج بتاتا من أبواب أو من جسور أو من سور المؤسسة العقابية أما المؤسسات العقابية المفتوحة هي المؤسسات التي تكون مفتوحة من غير السياج فبإمكانهم أن يخرجوا وأن يرجعوا بحسب التوقيتات التي تم تحديدها لهم من المؤسسة العقابية فبإمكانهم أن يخرجوا من المؤسسة وأن يعودوا حسب الحالات في أيضا المؤسسات شبه المفتوحة التي تكون مغلقة في فترة معينة ومفتوحة في فترة أخرى هذه أيضا تعود من المؤسسات العقابية والكثير من الأنظمة أخذت بالمؤسسات المغلقة في البلدان مثل البلدان العربية لكن البلدان الأوروبية فيها مؤسسات مفتوحة أو شبه مفتوحة أعتقد أن المفتوحة قليل لكن الشبه المفتوحة كثير بالنسبة للمعاملة العقابية والمعاملة طبعا المعاملة تختلف من داخل المؤسسة العقابية كيف تكون وخارج المؤسسة العقابية كيف تكون فالمعاملة داخل المؤسسات العقابية هناك مجموعة من القواعدية تم اتباعها من بينها مثلا التصنيف ما المقصود بالتصنيف؟ تقسيم النزلاء إلى مجموعات متشابهة كمرتكبي جريمة السرقة أو مرتكبي جريمة القتل ويداعهم في مؤسسات عقابية ملائمة وأعداد خطة لتأهيل كل نزيل حسب ظروفه الشخصية والاجتماعية هذه العملية تسمى بعملية التصنيف وهي عملية ضرورية ويجب على القائمين على المؤسسات العقابية أن يكونوا ملمين بهذا العلم أو علم التصنيف وقواعد التصنيف فيقومون بتصنيف النزلاء إلى مجموعات متشابهة بحيث يكونوا في قاعة معينة أو في مكان معين أو يلتقون أو ما يلتقون إذن حسب الدراسات التي تقوم في تلك المؤسسات العقابية أيضا الرعاية الصحية والإلاج الطبي يجب أن يكون متوفرا داخل المؤسسات العقابية فالاتمام بصحة النزلاء والعمل من أجل المحافظة على النظافة التي تشمل أبنية المؤسسات العقابية والنظافة الشخصية للنزيل والاعتناء بنظافة الكساء والفراج والتغذية الجيدة وممارسة الرياضة اليومية أيضا كل ذلك يعد من الأمور الضرورية التي يجب أن تتوفر في جميع المؤسسات العقابية وجميع القوانين العالمية خلينا نقول في جميع البلدان أشارت إلى حقوق النزيل أو حقوق المحكمين فيما تعلق بالنظافة والفراج والتغذية والرياضة وغير ذلك حتى فيما تعلق بالدراسة ثالثا التعليم والتهثيب أصبح من أهم مواجبات المؤسسات العقابية تزويد النزلاء بالمعارف وتهذيبهم لأن الجهل يعد من أهم المشاكل الاجتماعية التي تعيق عمل النزيل بعد الخروج من السجن فبالتأكيد أن التعليم يعد عملية مهمة داخل المؤسسات العقابية وخاصة إذا كانت مدة المحكمية مدة طويلة فالتعليم يكون ضروري جدا حتى من يطلع هذا الشخص يكون حامل لشهادة وحامل لمجموعة من القواعد المتعلقة بالأخلاق وبالتهذيب فإذا يعد من الأمور الأساسية داخل المؤسسات العقابية كذلك العمل أيضا الكثير من القوانين أشارت إلى ضرورة إيجاد عمل للمزلاء داخل المؤسسات العقابية حتى يكونون مشغولين بالعمل ويتعلموا عملا إذا خرجوا من المؤسسات العقابية بحيث يستفادوا من هذا العمل الذي مارسوا خلال فترة محكميتهم الصلة بين النزيل والمجتمع أيضا لا بد أن يكون لنزيل زيارات من عائلته ومن الأشخاص الأقرباء إليه حتى تبقى صلته مع المجتمع وتبقى صلته مع عائلته ولا ينقطع هذه الصلة المعاملة العقابية خارج المؤسسات العقابية أيضا لدينا مجموعة من القواعد التي تتعلق بالمعاملة مع المحكمين خارج المؤسسات العقابية من بين ذلك أن القواعد تتعلق بالإفراج الشرطي ووقف تنفيذ العقوبة والاختبار القضائي والرعاية اللاحقة المقصود بالإفراج الشرطي هو الإفراج عن المحكوم عليه وإخلاء سبيله خلال الربع الأخير أو خلال الثلث الأخير حسب الحالات من المحكومية إذا ثبت لإدارة المؤسسة العقابية بأن الشخص أصبح شخصا سويا وبالإمكان إعادته إلى المجتمع أي أن القاضي هنا يعتمد على تقرير من المؤسسة العقابية حول حالة هذا الشخص هل بالإمكان عودته إلى المجتمع دون العودة إلى ارتكاب جرائم جديدة فإذا كانت هناك شهادة من جانب المؤسسة العقابية بهذا الخصوص سوف يتم اعتماده من قبل القاضي أو قاضي التنفيذ وهو الذي يقوم بإصدار قرار بالإفراج الشرطي ويتم إخلاص سبيله قبل انتهاء مندة محكوميته بربع المدة أو بثلث هذه المدة حسب الشروط وحسب الاختلاف في القوانين وقف تنفيذ العقوبة أيضا نظام موجود للمعاملة مع المحكوم خارج المؤسسة العقابية فوقف تنفيذ العقوبة هذا يعتمد على تعليق تنفيذ العقوبة لمدة محددة من الزمن عادة قوانين أغلب الدول أشارت إلى حالة الحكم على شخص بعقوبة سنة أو أقل فيتم وقف تنفيذ عقوبته وخاصة إذا لم يكن للشخص سوابق وذلك تجنبا لمساوة الاختلاف في المؤسسات العقابية مع غيرهم من المجرمين والتي يمكن أن يكون بيئة غير ملائمة أو بيئة فاسدة قبل أن يتعلم من هذه البيئة الإصلاح يخرج في بداية العمل أو في بداية التعليم ودون أن يستوعب كل القواعد الإصلاحية فيخرج وفي مخيلته الكثير من الإجرام والمجرمين النظام الثالث الاختبار القضايا أو الوسيلة الثالثة للمعاملة هي الاختبار القضايا أي وضع المحكم عليه فترة من الزمن تحت الاختبار ويضعه تحت إشراف من يتولون مراقبة السلوكية خلال تلك الفترة وكذلك عندنا نظام آخر نظام الرعاية اللاحقة بعد الإفراج عنه كيف نعتني بهذا الشخص هل هناك زيارات له للمؤسسة أو لمراكز الشرطة خلال فترة معينة حتى نتأكد من أنه الشخص يسير سيرا سيرا يعني سويا سيرا مع البقية ولا يسير سيرا شافدا أو لا يحيد عن طريق السليم بهذا أنهينا محاضرة اليوم وأشكركم على خسن الاستماع شكرا